يا مساء الفل والياسمين على أحلى متابعين على كل الصبايا والستات الحلوين بتمنى تكون الفيديوهات اللي عم نقدمها تنال إعجاب كون وعم تستفيدوا منها ويا ربي هيك عم الجمال علينا كل اللياتنا اليوم رح نحكي عن شغلة كمان كتير حلوة وكتير بتهم الستات اللي بعمري واللي أصغر واللي أكبر شوي أما الصبايا اللي كتير صغار بجوز ما كتير تمون غير على أنها بتنقي وبتبين لكن اللي بعمر الورود اللي بعمرنا الصبايا الصغار عزيزاتي بتغطي التجاعد الصغيرة والخطوط الصغيرة هذا الماسك شي معروف من الأزل هو يعني الخيار الخيار معروف بفوائده للبشرة أنه منقي بيسحب الشوائب بيساعد على تنخية الجلد وراحته حتى العيون اللي لما تكون مثلا مجهدة متعبة نعمل ماسكات الخيار ترنشات الخيار اليوم رح نحكي عن ماسك الخيار بيغطي التجاعد بيبيض بيريح البشرة وبرطبها رح نطبقه أنا وياكم إن شاء الله وإن شاء الله هنا لإعجابكم وبتمنى أنكم تطبقوا تعطوني رأيكم تعطوني نتيجة تجربتكن فيه يلا لحن نطبقون سوا إن شاء الله أول شي بناخد الخيار بنقطعه لازم نطحنها بطريقة كتير كويسة على أساس إنه نقدر نوصل للعصارة اللي فيها بأكبر قدر ممكن مكونات هذا الماسك عبارة عن خيار زيت جوز الهند يلي هو مغزي ومرمم للبشرة رح نطحن الخيار بطريقة مزبوطة نحاول ناخد قد ما نقدر بسارة مكونات هلا بنخلطن دي بناخد المادة اللي فيه اللي طلعت نحاول نحطها بوعاء نحاول نضغطع هيك بيدينه عساس تطلع على العصارة مزبوط وهلا حبايبي رح نحاول إنه نضيف لها زيت جوز الهند أنا مضطرة حتى بالوعاء الأكبر هاد عساس إنه يقدر امزيج هلا حبايبي نحاول نطحن نخلط نخلط عساس تتجانس وتصير متل العجينة الحقيقة بدخلط كتير حتى تعطينا قوام متل العجينة بشان نقدر نفرده براحتنا على البشرة حزيزاتي بتمنى أنه تستفيدوا منه ماسك الإخيار بيفيد من أكتر من ناحية بيبيض بيسقل بشيل تصبغات نوعا ما وأحلم في هذا الماسك إنه بيغطي التجعيد الصغيرة مناخد منه مثلا هيك أنا طبعا مضطرة طبقه على إيدي مشان ما قطروا وما قطع الفيديو وغسل هلا حبايبي ننتهى بطريقة إنه نضمن طبعا بينترك هذا الماسك على الوجه خمستعشر دقيقة تقريبا نحاول ناخد طريقة وضعية استرخاء ونريح عصابنا نريح وجهنا ونرجع راسنا لورا ونضب شعرنا ونخليه ياخد الوقت اللي هو يحس إنه والله الوجه ارتاح فيه واستفاد يعني بده أقل شي خمستعشر دقيقة بعدين بينغسل هذا الماسك بالصابون التبع الأطفال اللي ما فيها أي قلويات للستانت اللي ممكن تقرف من ملماس الزيتي أما إذا الست ما عندها مشكلة ممكن تغسله بماء فاترة وتترك جوز الهند بقية على البشرة بالعكس هو مغزي جدا ومفيد وبيعدل يعني بدنا نقول خلينا نقول بيعدل رطوبة البشرة وبيخليها مرنة ولينة بتمنى إنه تطبقوا هذا الفيديو وتشوفوا الفائدة العالية اللي إله وتقلولي عن النتائج اللي بتحصلوا عليها بتمنى تعملولي شير ولايك وتشاركوا بقناتي ومشان الفوائد يتم علينا كلنا وأنا بكبر فيكن بتمنى يارب يتضلوا بألف خير والله يسعد أوقاتكن وللقاء بفيديو تاني كمان عن التجاعد لصغيري